موسيقى السلام عليكم ورحمة الله من السطحية أن نقول إن فهم الواقع سهل وميسور نعم القشرة الظاهرية من الواقع فهمها ميسور لمعظم الناس ولكن الواقع ليس طبقة واحدة الواقع طبقات عديدة وكلما طرحنا أسئلة أكثر حول الواقع جاءتنا أجوبة غامضة أكثر أو لم نجد أي جواب وأستطيع أن أقول من البداية في كل ظاهرة من الظواهر ظاهرة الغنى الفقر النصر الهزيمة ظاهرة العداوة الصداقة الألفة الزواج الحياة الأسرية الحياة السياسية الصناعة التجارة في كل في كل الظواهر التي أمامنا هناك عنصر غيبي استأثر الله تعالى بعلمه أي هناك طبقة عميقة جدا من الحقيقة تلقى حولها الأسئلة ولكن لا جواب الجواب عند العليم الخبير تباركت أسماؤه كلما تعمقنا في فهم الواقع أكثر احتجنا إلى أدوات جديدة يكون في يدك كأس زجاجي كأس ماء من زجاج ولونه أزرق يسألك أحدهم ما هذا الذي بيدك تقول كأس من أي مادة مصنوع تقول من الزجاج يقول لك ما لونه تقول له أزرق وهذه هي القشرة السطحية للكأس ثم يعقد الأسئلة يقول لك مادة الزجاج التي فيه هل تخالطه مواد كيميائية أخرى تقول نعم يقول لك هل تعرف ما هذه المواد تقول لا لكن الكيميائي الذي يعمل في صناعة الزجاج يعرف المواد التي تضاف إلى بعضها حتى يكون أمامنا هذا الكعس ولكن ذلك الكيميائي قد يكون في الصنعة أسرار لا يعرفها إلا شخص أو شخصان أو ثلاثة في المصنع وهي قضية الكميات والمقادير ثم إذا طورنا السؤال أكثر فقلنا هذا الكعس حين يشتريه الناس كم يجلس في المتوسط في بيوتهم دون أن ينكسر إذا كان يستخدم بشكل يومي تقول لا أدري أصحاب المصنع يمكن أن يعرفوا ذلك معرفة ضنية من خلال استطلاعات للرأي من خلال سؤال الناس الذين اشتروا تلك الكؤوس يقول لك نحن كل ثلاثة أشهر أربعة أشهر بحاجة إلى أن نشتريها كؤوسا جديدة مثلا لو سألنا سؤالا كم نسبة الأشخاص الممنونين المسرورين من استخدام هذا النوع من الكؤوس الجواب لا نعرف وعليك أن تسأل الناس وبعض الناس قد لا يعطيك جوابا وهكذا لو أردنا أن نطور في الأسئلة أكثر وأكثر وأكثر فإننا لن نجد في النهاية أي جواب وسيكون لدينا العنصر الذي استأثر الله تعالى بعلمه العبرة التي أريد أن أقولها هنا أو المغزى من هذا الكلام هو أن لا نتسرع في الحكم على الواقع فالواقع معقد وبالتالي قبل أن نصدر حكما عليه علينا أن نتأمل فيه أكثر وأكثر ونوجه الأسئلة التي نحتاجها حتى نحصل على المعلومات المطلوبة وأنا أستغرب أن كثيرا من الناس أول ما يبدأ بحديثه يقول الواقع أن الموضوع كذا وكذا وكذا مع أنه هو لا يفهم ذلك الواقع وإنما يعطينا انطباعات سريعة عنه وكثيرا ما تكون سطحية المزيد من التأمل المزيد من الفهم المزيد من الأنات المزيد من التحوط في الأحكام هو المطلوب في هذه المسألة وفي هذه القضية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة